هذا حديث رمضان جاءوا جابلينا متل وأحكام خلوا هالناس القدام ضارت وتبتت عالية كلهم ضارت في الزمان ما فيه لا شك ولا بور تبعونا طيلة شهر رمضان كل نهار مع العشرة الصباح والإعادة مع 12 و 50 دقيقة وال 35 و 30 دقيقة حديث رمضان من إعداد وتقديم الفنان عصام كمال على مديني فان سيدنا السلام عليكم هذا حديث رمضان جاءوا جابلينا متل وأحكام خلوا هالناس القدام ضارت وتبتت عليهم كلهم ضارب في الزمان ما فيه لا شك ولا بور حديثنا اليوم على البخيل اللي مهما كتر رزقو جاه قليل اللي همو غير جميع المال بالنهار وبالليل وإذا خرج من جيبو درهم واحد الدنيا به كتميل سكرم يا سيادي كيلع ما فضله ما غادي ياخدو ما يعطيش وباركت مولانا ما يخليش ديما سد عليه بابو خايف وغير يشوف الناس حواجبو كالتخالف أهلو أحبابو في جيبو ويلحتاجو هولادو اللي من دمو كيتخبو كيتفضو بحالشي موامو رزقو في قلبو جامد ومصارنو فكر شو كالجابد سكرم يا سيادي كيف لقت المبلول لسانو ديما مشلول وغير كيبكي على طول أما إذا ذكرتي عندو سيدن بيزين سمية ما يصلي ما يسلم ما يقول مزية سلامة هذا إنسان بانت في العلامة نفسه ما هي مرتاحة ما هي لوامة لو كان يخيره ما يخليليها لضولة ما سمعوا لي يا الجواد رمضان راه شهر الكرام يا السياد واللي برزقو على أحباب وجاد مولا نعلالو شانو تبتليه لو تاد ديما واقف ديما شامخ مت هزو ريح ميد ديه واد الكريم يا سيادي اللي يصرف رزقو في الخير يتنفع وينفع به الغير ويدا كان جيبو خاوي وجهو ديما ضاوي والكلمة من قلبو كداوي جوعو في كرشو عنايتو في راسو وتبسيمتو هي فلوسو مولا نخلقنا وكرمنا احنا يا باني آدم والكارم في دمك يا إنسان أعطي وزيد للقدام ابني وعمر هاد العالم راه رزقك ضامنو لك الرحمن المداد نشف وترفعو القلام ايوا جودوا بالخير يا رخوان